السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد فيديو خبر الغاء السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد فيديو خبر الغاء اه 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 الصفوف الدراسية اه 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 الصفوف الدراسية اللي تلغى عليها الامتحان وايه لنهي برضو هيمتحنه في موادهم ا اه من كي اشح تحول ايstell entrevأة وكي آله zero وثاني عبت دائي دول هيتعمل عليهم تقرير ان دول هيتعمل عليهم تقرير وشكرا كده و coe Ash deter زي التقرير sitzen الذى التذي hacهح لأولادهم بف Millennium اه اول ابتدائي هيت اكيد الان بافتدائي وكده ما عندهمش ممتحان وهم اصلا مش عندهم ممتحان تمام اما بقى من تلتة بتدائي الحد تاني اعدادي من تلتة بتدائي الحد التاني اعدادي دولة هيعملوا بحث او مشروع البحث دوت هيكون عن حاجة معينة طبعا الكلام ده كله هتعرفوا لما احطو لكم لينكات كل صف دراسي في صندوق الوصف وكمان هحطو لكم القناة هتعلمكم هتعملوا ايه برضو في صندوق الوصف ماشي ذاكر لي عربي مع دكتور مع مدرس عربي حاجة شندي سوري ان انا مش متذكرة الاسم هحطو لكم برضو لينك للرابط بتاع قناته في صندوق الوصف تمام ده كده الخبر من تانية ابتدائي من تلتة ابتدائي لحد تاني اعدادي دول كلهم هيتعمل لهم مش هيمتحنوا بس هيعملوا مشروع او بحث على منص الكترونية ودوت هيكون متاح طبعا معاهم ومعلم الفصلة هيساعدهم في المضوه ده وبقى هينزلوا برامج تعليمية او معنا صح فيديوهات تعليمية هيقولولهم يعملوا ايه بالزبط عشان يعرفوا يعملوا البحث ده تمام اما بقى الشهادات العامة والديبلومات هيعملوا لهم اه امتحانات في بعض الاقويل بتقول ان الدبلومات الفنية ما عندهم مش امتحانات لكن ولا سنوي تانية سنوي لازم هيمتحنوا ولا سنوي تانية سنوي هيمتحنوا بس هيمتحنوا ازاي؟ هيمتحنوا عن طريق التابلت وهم في البيت هيمتحنوا عن طريق التابلت وهم في البيت تمام؟ وهيتصحح الامتحان الكترونيا مش حد مش شخص اللي هيصححه وهيتصحح الكترونيا تمام؟ ولا سنوي تانية سنوي اما موضوع دبلومات دي فيه اقاويل بتقول ان هو هيتعمل زي ما زي يقولها سنوي تانية سنوي فيه اقاويل بتقول ان هو مش هيبقى لهم امتحان وهينجحوا كده تمام؟ دبلومات الفنية اما الكليات بقى لسه منزلش قرار بيها الكليات لسه منزلش قرار بيها تمام؟ اه طبعا الامتحان هيبقى شكله عامل ازاي؟ هتبقى اه هيبقى احنا قلنا ان الامتحان هيبقى على التابلت وانت في البيت تمام؟ هيبقى هيمتحان تجريبي وهيبقى في شهر اه ابريل خمسة ابريل تمام؟ هي اه مكتوب هيؤديه الطالب من المنزل وطبعا الاختبار ده هيبقى شكل تجريبي يعني بدون درجات للصف الاول والثاني السنوي تمام؟ اه اه وبرضو هيتصحق الكترونيا زي ما احنا ما قلنا تمام؟ وهيتم توزيع التابلت على الطلاب وهيؤدوا الانتحان بتاع نهية العام الكترونيا وطلاب اه برضو هي الاول والثاني السنوي هيعملوا برضو مشروع او بحث برضو زي سنوات النقل يعني هما برضو هيعملوا بحث زيهم زي الطلبة اللي هما من ثالثة ابتدائي لحد تانية اعدادي تمام الطلاب زي والاحتاجات الخاصة الصف الاول والثاني الثانوي سيتم تطبيق نظام اعداد المشروعات مثل الطلبة في سنوات النقل دولة مش هي طلبة زي والاحتاجات الخاصة مش هيمتحنوا الالكترونيين على التابلت هيعملوا بحث وشكرا على كده الطلاب المصريين بقى في الخارج برضو هيستخدموا المنصة الالكترونية والمكتبة الرقمية وستتم تطبيق نظام المشروعات وهو البحث وعدم اجراء امتحانات ليهم وذلك نظروا لظروف الدولة المقامينة بها مش هييمتحنوا ومع ذلك بيقولوا نظروا لظروف الدولة المقامينة بها على حسب ممكن يعمل لهم امتحان وممكن يعمل لهمش تمام ده طبعا كلام ايه كلام دكتور طرق شوقي ماشي انه لا نية لحسب اي اجزاء من المنهج ومطالبا لأولياء الامور وابنائهم بالضرور الاتماد المناهج التي تبثها الوزارة عن طريق المكتب الالكترونية وده طبعا بيقول اني الاولاد اللي في كل الصفوف اللي هما من كيجي من كيجي وان بقى لحد تنني اعدادي اللي هما بخلاص بقى مش هييمتحنوا يعتبروا هيعملوا بحث لازم يرجعوا مع نفسهم المواد اللي لسه الدروس اللي لسه ما كاملوهاش ولازم يذكروها لإداء استكمالا للمنهج فيما بعد تمام ده بقى هيكون عاقق على وليه الامر تمام بيقولوا انه هما وفروا لكم برامج الالكترونية عن طريق النت نتو موقع تدخلوا وتشوفوا كل الحاجة كل المنهج مشروح عليها طريق فيديوهات وكده يعني ماشي وكمان عمل لكم قنوات تعليمية هيعملوا لكم او خلاص عملوا اعداد قنوات تعليمية على التلفزيون زائد فيديوهات تعليمية على منصة الوزارة التربية والتعليم وبما يسمى بنك المعرفة المصري اي كي بي ماشي لمساعدة الابناء على المذاكرة وفي كل المنهج الدراسية المختلفة لكل الصفوف من بداية لحد كل الصفوف تمام كمان وصولها للمرحلة السنوية باللغتين العربية والانجليزية متاح لجميع الطلاب والأولياء الأمور وطبعا الرابط موجود قدامكم اهو انا طبعا هحط لكم برضو رابط الخبر من مصرابي عشان تعافي تدخلوا على كل اللينكات اللي انتو عايزينها في الصفحة دي تمام اه بيقولوا ان الموقع يضم اه محتوى هائل محتوى علمي هائل اه فيه فيديوهات وصور وافلام وطاقية لشرح الدروس المختلفة وفيه اكتر من تمانين قموس ومعجم اه وكتب موسوعة تمام اه بيقول لكم ان انتو تقدروا تدخلوا على المكتب الالكترونية دي من الموبايل او الكمبيوتر بدون اي اعواق يعني مش لازم يكون معكم تابلت زي بتوع السنوية ماشي اه طبعا انا طبعا كان يهمني جدا ان انا اعرف مصير المراحل الجامعية اه بس للاسف مش كاتب عنها حاجة ماشي اموما فيه لينكات كتير لكل مرحلة دراسية اه عشان تعملوا من خلالها تعملوا من خلالها البحث طبعا هتعرفوا تعملوا ازاي ده بمساعدة مدرس الفصل طبعا كل مرحلة دراسية تمام دلوقتي دلوقتي بقى اعسيبكم ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ومش هنسى ان انا احط لكم كل اللينكات اللي انتو هتحتاجوها تحت في الفيديو تمام واشوفكم في فيديو جديد طبعا الخبر المهم هو لا تغيير في مواعيد امتحانات الاعدادات السنوية العامة ماشي اه طبعا الكلام ده ازاي اللي هيحصل يعني ان اللي هما التالت اعدادي والسنوية العامة اللي هما تالت سنوي هيعملوا الامتحانات العادية اللي بتحصل كشكل ريتيني خالص زي كل سنة غير كل اللي حصل مع كل الفصول الدراسية التانية ماشي يعني معنى اصحة هيقولهم ان هما هيروحوا الامتحان عادي وزير التربية والتعليم بيقول هيروحوا الامتحان عادي بس هما هيتاخذوا وقت فيه كافة الاسليب الوقاية تمام ولازم ان هما يمتحنوا لان دي مرحلة تحديد مصير طبعا ماشي بيقولهم ان احنا هناخد كافة اتخاذ كافة احتياطات والتدابير اللازمة لوقاية ابناءنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع اجهزات الدولة اجهزات الدولة المختلفة ماشي الاجهزة مختلفة في الدولة يعني تمام وربني يستر بس كده اشوفكم في فيديو جديد